بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم ثم أما بعد عزائي طلاب الصف الثاني المتوسط سوف نستكمل بمشيئة الله شرح الجزء المتبقي من درس التلوث وحماية البيئة بداية وكما تعودنا نبدأ درس اليوم بمعرفة الأهداف المطلوب تحقيقها من الدرس الهدف الأول سوف نتحدث فيه عن طرق تلوث الهواء داخل المباني وهذا الجزء خاص أو كمالة للدرس المؤمن الهدف الثاني أن يتعرف الطلاب على طرق تلوث الماء في الهدف دوت المطلوب منه أن نعرف الأشكال المختلفة التي تسبب تلوث الماء على سطح الأرض بأنواع المختلفة سواء كانت الماء دي مياه جارية أو مياه سطحية أو مياه جوفية الهدف الثالث أن يتعرف الطلاب على الأضرار التي تنتج عن تلوث الماء بأشكاله المختلفة هدف الرابع أن يبادر الطلاب في حماية الماء من التلوث وبقدر الإمكان تكون عنصر فعال في البيئة وتحافظ على البيئة بتاعتك من التلوث نبدأ بمشيئة الله نتلوث الهواء داخل المباني نعرف أن في الوضع الحالي أو بعد تطور الهندسة المعمرية بدأ بعض المباني تكون بنسبة كبيرة ما فيهاش أي منافذ للتهوية باستثناء فتحة التكييف اللي بتدخل الهواء وبتحجب الهواء الغير صالح للتنفس يعني المنفذ الوحيد لعملية تبادل الهواء داخل المبنى بيكون عن طريق التكييف في حال تعطل التكييف بيحصل تلوث للهواء داخل المبنى على عكس المباني الجديمة اللي كانت كلها بتحتوي على منافذ ونافذات وشرف بتطلع على الشارع وبالتالي كان بيحصل تدفق للهواء داخل المبنى وخروج للهواء من داخل المبنى فبالتالي كان بيكون فيه مصدر كويس لتبادل الهواء إلا إنه في الوضع الحالي بدأ يحصل تلوث للهواء داخل المباني إيه أشهر الأشياء اللي ممكن تسبب لي تلوث هواء داخل المبنى مغلق؟ بداية دخان السجائر دخان السجائر بيسبب شكل كبير تلوث الهواء داخل المباني المغلقة ومش بس بيأثر على الشخص اللي بيدخن لا ده كمان بيسبب ضرر للأشخاص المحاطين به لأنه بيسبب ما يسمى بالتدخين السلبي لأنه هو بيستنشق النيكوتين والقطران اللي موجود في دخان السجارة بتاعته وبيعيد بس مرة أخرى في الوسط المحيط والناس اللي قاعدين حاولين منه بيستنشقوا الدخان ده مليام بالقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون فبيكون ضررهم زيه ويكاد يكون أكتر كمان العنصر الثاني من العناصر اللي بتسبب تلوث الهواء داخل المباني غاز الفورمالضهايد وغاز الفورمالضهايد دوت بينشق من دهانات الحديثة لما بتكون لس الغرفة مدهونة جديد بتلاقي ريحة ريحة نفازة كده ريحة غريبة شوية الريحة دي تسمعها غاز الفورمالضهايد كمان بينشق الفورمالضهايد أو بينتج من أجهزة الطباعة زي الطبعات اللي موجودة في المكاتب وزي آلات التصوير رقم ثلاثة وأهم العناصر اللي بتؤدي لتلوث الهواء داخل المباني واللي بيطلق عليها العلماء القاتل الصامت هو غاز أول أكسيد الكربون واللي بينشأ من الاحتراق الغير كامل للوقود الأحفوري أو الخشب أو الفحب أي أن كان احتراق غير كامل لأي مادة بينتج عنه أول أكسيد الكربون المصدر الرابع من مصادر تلوث الهواء داخل المباني غاز الرادن وهو عبارة عن غاز مشاعب يوجد في صخور القشرة الأرضية وبيكون موجود بنسبة كبيرة في السطح السفلي للبلاط اللي احنا بنبلط به منازلنا في الوضع الحالي لكن بيكون مسموح بنسبة معينة بتسمح بها وزارة الصحة وأجهزة المراقبة على المنتجات الصناعية إلا أنه في حالة زيادة نسبته عن حد معين بيسبب ضرر للإنسان وعشان كده كل المباني الحديثة لا تخلوا من مستشعر الدخان اللي بيكون موجود في الفصول بتاعتنا على شكل قطعة بيضاء موجودة في السكف ومجرد ما بتزيد نسبة أول أكسيد الكربون أو غاز الرادن أو دخان السجائر داخل الغرفة بيديني إنذار وبيعرفني لنسبة التلوث زادت في الغرفة دية والمكان بقى غير صالح للجلوس نراجع لمفاهيم مع بعض مرة تانية بمن أشكال تلوث الهواء داخل المباني دخان السجائر وغاز الفورمالدهايد المنطلق من الدهان وأجهزة الطباعة وآلات التصوير أو الأكسيد الكربون اللي بيسمى القاتل الصامت وغاز الرادن الغاز المشاعر اللي بيكون موجود في صخور القشرة الأرضية ننتقل للجزء الثاني من الدرس اللي نتكلم فيه بشكل مستفيد عن تلوث الماء تعالوا نشوف مع بعض الطرق اللي بتؤدي إلى تلوث الماء بداية من الأشكال اللي بتسبب تلوث الماء مياه الأمطار لما بتسقط على سطح الأرض وبتجرف معها النفط والشحب والغبار والقمامة والأشياء اللي ملهاش داعي اللي موجودة على التربة بيتم نقلها بواسطة مياه الأمطار إلى التربة والمياه القريبة وفي الأخير برضو بتتسرب من المياه وبتمتصها التربة بتؤدي إلى تلوث التربة يبقى أول مصدر من المصادر اللي بتؤدي إلى تلوث الماء مياه الأمطار لما بتجرف النفط والشحوم والزيوت والغبار اللي موجود على التربة وتسقطها في أقرب مصدر مائي زي بحيرة أو بحرة أو جدول أو نهر في الحالة دي يسبب تلوث الماء المصدر الثاني من مصادر تلوث الماء الأمطار لما بتسقط على المحاصيل الزراعية والتربة الزراعية غالباً في الوقت الحالي ما عادش فيه أي فلاح أو أي من الناس المزارعين ما بيعتمدش بشكل أساسي في الزراعة بتاعته على المبيدات الحشرية والأسمدة المبيدات الحشرية والأسمدة بالرغم من أنها مفيدة وبتكتل الحشرات اللي بتسبب ضيعة المحصول وبتخلي المحصول ينمو بشكل كويس وتمام تمام إلا أن لها سلبيات إيه سلبياتها؟ لما بتنزل منها الأمطار على التربة الزراعية بالشكل دوت بتغسل معاها المبيدات الحشرية والأسمدة وكل الحياة اللي موجودة المواد الكيميائية اللي موجودة في الزراع بالشكل دوت وتاخدها وتنزلها في أقرب بحر أو بحيرة أو جدوى المائي أو نه أو حتى لو ما نزلتش لو كانت التربة ديت بعيدة عن الجدوى المائية والبحار والمحيطات فبتمتصها التربة مرة تانية وبتتسرب إلى المياه الجوفية وتسبب تلوث المياه الجوفية المصدر الثالث من مصادر تلوث الماء هنتكلم فيه عن إلقاء الفضلات الصناعية مباشرة في المسطحات المائية بيلاقي بعض المدن الصناعية وبعض المصانع بتطلع مصورة كبيرة ضخمة كده بتجمع كل الفضلات اللي بينتجها المصنع وبترميها بشكل مباشر داخل أقرب نهر أو بحر أو بحيرة موجود بالنسبة لها وده بيسبب تلوث كبير في الماء المصدر الرابع من مصادر تلوث الماء إلقاء القمامة والحيوانات النفقة في الأنهار والبحار والبحيرات مما يسبب تلوثها وموت الكائنات الحية البحرية التي تعيش فيها تعالوا راجع مع بعض المفاهيم بتاعتنا تعلمنا أن تلوث الماء بيحصل بكذا طريقة تعلمنا أيضا أن بعض المصانع بتصب بفضلاتها مباشرة في أقرب مصدر مائي قريب منها وبالتالي يؤدي إلى تلوث الماء تعلمنا أيضا أن يلقاء الفضلات فضلاته الحيوانات النفقة في الماء يسبب تلوث الماء تعلمنا من هذا الجزء أن طرق تلوث الماء تنحصر في أربع طرق منها مياه الأمطار عندما تغسل الشحوم والزيوت من على سطحه في أقرب مصدر مائي منها مياه الأمطار عندما تغسل المبيدات الحشرية والأسبدة الزراعية من التربة الزراعية ومن الزرع وتلقي بها في أقرب مصدر ماء أو تنتصها التربة وتصل إلى المياه الجوفية القريبة تعلمنا أن المصانع بتلقي بالفضلات بتاعتها مباشرة في أقرب مصدر ماء مما يسبب تلوس الماء تعلمنا كمان أن إحنا كبشر بنرم الفضلات بتاعتنا والحيوانات النافقة في أقرب مصدر ماء قريب بالنسبة لنا وده برضو بيساهم في تلوس الماء تعالوا نتكلم دلوقتي عن آثار تلوس الماء احنا عارفين ان الماء اللي موجود على سطح الأرض ممكن يكون في شكل مياه سطحية اللي بتتمثل في البحيرات والجداول والأنهار الجارية لما بتتصرب الملوثات للمياه السطحية بتوصل لجسم الأسماك بيزيد تركيز عناصر في الأسماك زي الموت الأحياء البحرية الصغيرة كمان بيدخل في أنسية الأسماك دي ملوثات تحتوى على عنصر الزئوبق والزرنيخ والمغنيسيوم لما بيأكل الإنسان الأسماك الملوثة بعنصر الزئوبق والزرنيخ والمغنيسيوم والحياة دي بتأثر على حياة الإنسان والحيوان وقد تؤدي إلى موت الإنسان والحيوانات اللي بتتغذى على الأسماك الملوثة بعنصر الزئوبق المصدر الثاني من مصادر المياه مياه المحيطات المياه المحيطات بتصب الأنهار الملوثة في مياه المحيطات مما يؤدي إلى تلوثها كمان بيتسرب النفط من السفن اللي بتمشي في المحيطات وبتنجل الأشياء التجارية والحياة دي عبر المدن الكبرى والدول العظمة كمان في الفترة دي بتتسرب النفط من السفن داخل المحيط مما يؤدي إلى تلوث مياه المحيطات بينتج عنها قتل المخلوقات البحرية الموجودة في المحيطات ثالث مصدر من مصادر المياه على سطح الأرض المياه الجوفية لما بيتسرب الملوسات للمياه الجوفية عن طريق الأمطار الحمدية أو عن طريق غسل المياه الأمطار للأسمدة والمبيدات الحشرية بتفضل تنزل في التربة لحد ما توصل لخزانات المياه الجوفية القريبة الموجودة تحت سطح الأرض واللي احنا بنحفر الآبار عشان نستخرج منها مياه صالحة للشرب أو حتى شركات المياه المعبئة بتحفر آبار وبتاخد منها المياه الجوفية وبتعبيها في زجاجات وتبيعها للناس في الوقت دوت قد يؤدي زيادة تركيز بعض العناصر الضارة إلى موت الإنسان بشكل مباشر لما بيشرب مياه ملوسة من المياه الجوفية في آخر الدرس كالعادة هيكون معنا واجب بسيط هنحاول بقدر الإمكان نرجع المصطلحات اللي احنا خدناها ونحل الواجب بتاعنا ونتواصل مع موقع المدرسة وبإذن الله يكون الدرس مفيد بالنسبة لكم أتمنى تكونوا استفدتوا في نهاية الدرس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم ارفع الوباء والبلاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر